المنتخب المغربي أمسا الاثنين أول حصة تدريبية لو في عهد الإطار الوطني وليد الرجراجي ربان الجديد وذلك في مركب محمد السادس بالمعمورة بيسا لا استعدادا للمبارتين الوديتين التي سيأخذهم المنتخب ما كل من منتخباي تشيلي بمدينة برشلونة يوم الجمعة المقبل والباراقواي يوم السابع والعشرين من الشهر الجري بمدينة إشبيليا والتحق بمقار قامة المنتخب بمركب محمد السادس لكورة القدم بالمعمورة جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة باستثناء النصير المزروي وحكيم زياج وسوفيان مرابط وياسين بونو الذين حلوا بأرض المملكة في وقت متأخر من ليلة أمس وركز الرجراجي مدري وسود أطلت خير الحصة التدريبية الأولى على إزالة العياء والتعارف بين اللاعبين والأطر التقنية الجديدة المشرفة على المنتخب أنا الفاميلا الدولي أنا فرحا بزاف وكنتمنى إن شاء الله نلعب في المنتخب في كل مغربي دينا وأنا فرحا بزاف أتشير أحلم أحلم ديالي ووحد الشرف كبير لي ولا الوالدية ولا قاعدو كالناس اللي تبقيني أتمنى ونديرو نلعبو مزيان ويكون المغرف في القب دومون يكون مزيان وإن شاء الله يكون خير الحب ديالي المغير برا زميني السيف ونتمنى ويرتنى الريوم كل شيء هذا الشيء اللي غنكون في التيران ويكون خير إن شاء الله شكرا للمشاهدة